مرحباً ياكم الله طلب مني أن ألقي كلمة للاجئين أو المهاجرين لا أريد أن أذكر الجنسية ليش؟ قال عندهم مشكلة الطلاق يعني متفاقمة مشان سبب واحد هو الشك الشك يعني للأطفال الحكومة ترسل لكل طفل مبلغ شهري ويأتي هذا المبلغ باسم الزوجة والزوج يعترض قتال وما أدراك وتمرد وثورة يعني مثلاً بعض العائلات تأخذ على ثلاث أطفال تأخذ ألفين دولار كندي بالشهر فيأتي الشك باسم الزوجة أو بحساب الزوجة وهنا خلقت مشاكل كبيرة جداً منها أدى إلى الطلاق إلى الشرطة إلى المحاكم إلى الضرب فسبحان الله يعني قلت لهم يا جماعة الخير هي مش الشك هي مش الدولار لأن لو قلوبنا مع بعض لكان علمنا أن الدولار دولار العائلة كلها مش دولاري أنا مش أنا أطلع السيارة وخلي العيلة قاعدة بدون طعام وبدون حفاظات وبدون أكرمكم الله وبدون 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 فلو طبقنا قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى لو كانت نيتنا طيبة إنما الأعمال بالنيات لو كان قلوبنا مع بعض لا ما كان هذه المشاكل طبعاً هذه نعمة أصبحت نقمة على أصحاب الطمع وأصحاب الجهل وأصحاب اللا أمانة فلذلك يعني اختصرت لهم الكلمة كلها كان مسموح للساعة وإن يا جماعة الخير قلوبكم مش مع بعض مش على بعض من قبل ما تيجوا كندا ما هي مسألة الدولار ولا مسألة الشك فلذلك ابنك وبنتك وزوجتك وزوجك أغلى من الدولارات وإنكم تكونوا مع بعض متعاونين على الخير أغلى بكثير يعني هذا مبلغ يعاونكم على الحياة فلذلك ترى الطلاق مر والطلاق حلال ولكن ما يأتي بعد الطلاق إذا كان يعني سبحان الله ما في داعي للطلاق ما في داعي للطلاق مشان ناقرت واتقاتلت ومشان هذا التشك فاعلم علم اليقين أخي الفاضل أنت مش قد الطلاق وإنت أختي مش قد الطلاق فلذلك خلي وفاق أكثر من الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم